إذن أهلاً بكم من جديد ورمضان قانا شاء الله يعني لما هيك شفنا كل هذه الهينة الرائعة اللي بتبشرنا إن شاء الله بشهر الخير بشهر الفضيل شهر رمضان المبارك يعني نفرح فعلاً لما بتبلش مظاهر هذا الشهر تظهر في العاصم عمان وباقي المحافظات آيات مكاوي اليوم واحدة من أشهر الأسماء اللي بتعمل إكسسوارات رمضانية وأول من عمل وأول من عمل أهلاً يا أيهاب كيف حالك صباح الله يعطيكم ألف عام كل عام وانت بخير حبيبتي حبيبتي الله يساعدكم أنا بشرفني إني أنا كل مناسبة مناسباتنا الحلوة بكون معاكم أهلا وسهلا فيك أول شيء كل عام وانت بخير يعني مع أكثر بشهر رمضان الكل بيبحث عن الزينة لأنه بتعطيني هيك بهجة مظاهر رمضان حلوة وبعدين تتنوع بين الأهل النجوم البخور الزينة متنوعة أشكال وألوان وبجوز يعني هناك تصميم رائعة من خلالك موجودة معنا نحكي أكثر هيك عن بدايتك في هذا المجال وتصميم الكرسورات وخصوص ما يتعلق بشهر رمضان المبارك هلأ من قبل ست سنين كنت بتفرج دائما بحس الأطفال بلتفتوا لشجرة الكريسماس صحيح ويعني دائما مبسوطين فيها وأنهن بد نفسهم يكون عندهم أنهن هلال أو شجرة أو شيء فخطرت على بالي إحنا الهلال كل سنة منستنى شهر رمضان نتنبأ للهلال فقلت لا ليش ما نعمل إحنا هلال وزينب بزينة حلوة وإضاءة حلوة فعملت الأفكار هذه هي فكرة الهلال والحمد لله أول سنة كانت رائعة جدا العالم رحبت بالفكرة ومبسطوا فيها يعني أنها إشي حلو ببيوتهم لأولادهم صحيح وبعدين دخلنا من إشي لإشي يعني بعدين أنه صارت على الخشبيات الناس بتحب تشكل وتغير والحمد لله هلأ كل سنة عن سنة نتطور الحمد لله ما شاء الله أحنا يعني أول مظاهرة هاي الفرحة الحلوة الفرحة زينة رمضان كذت مقتصرة علي زي بإيدي مثلا هلال ونجمة لكن الآن واللي منشوفه مثلا مع آية أنه آيات عم منشوف مثلا زي هنا أكيد زميلتنا المخرجة حتى تستعرض صار فيه ثيمات كبيرة وأشياء صغيرة وتفاصيل تحكي لنا عنها آيات أكتر هلأ المحراب سوف نبدأ بالمحراب المحراب هو ركن كأنه للصلاة يعني بتحسسك بهدوء رمضان وصلاة لرمضان ومع المآدن يعني بحسك كأنك بالجامع هلأ نيجي عندنا البوكس الصلاة اللي هو مكتوب عليه حيا على الصلاة هذا يعني بدل ما تعد الدوري على السجادة وعلى طأم الصلاة وتحوصي في بيتك فخلاص بتحطيه في مكان مرتب في غرفة الضيوف بالضبط بتحط فيه أسجرية الصلاة اللي بيجي عندك بدي يصلي ما بعد يدور على السجادة وين أو على الصلاة وين فخلاص مباشرة ومصحفك قدامك هلأ عنا نخلة هاي أنا سميتها بالنسبة لي نخلة السعادة اللي هيكا حلوة بتجذب الفرح والانبساط وديكور دائم للبيت مش بس لشهر رمضان فعلا ممكن تظلها موجود حتى المحراب ممكن يظل آه بالضبط يظل موجود يعني هم قطع شرقية يعني ممكن نقول عنها نعم وهلأعملت المضايف هذول المكتوب عليهم رمضان كريم اللي هي على شكل الكوفية الفلسطينية الله ينصر أهلنا بغسل شغل الله ويفرحنا يا ربي بنصرهم الشغل والكوفية الأردنية طيب أحكينا كمان على بعض المواد المستخدمة أيات يعني في عندك تنوع بين الخشبيات في بجوز هناك زجاج أو مواد بلاستيكية يعني في تنوع بكثير من الأدوات اللي من خلال تطورك يعني بتحديثك على بعض القطع وتفهمين جديدة أحكينا عن بعض القطع المتخدمة أحب أطور هلأ أشوف هلأ إحنا الدنيا كلها في تطور كلما الواحد تطور كلما وصل للقمة زي ما بقولوا فيعني كنت بالأول بشجرة وخشب وعشب وهلأ انتقلت لخشبيات لأكلرك للأشياء اللي بتناسب ببيئاتنا يعني لأكلرك كتير موضع كمان وللو رقيقك شفاف وجميل أنا بيعجبني كمان أنه الفوانيس ما راحت فكرتها يعني تعرف الفوانيس من أيام الفاطميين في مصر لكن ضلت موجودة فكرة الفانوس وانت طوريتها على الخشب على الخشب بالضبط كل سنة موجودين حديد فالسنة حبيت موضوع الخشب بضاين أكثر من الحديد جميل كمان ضروري الإنارة تكون موجودة آيات ضمن التصميم هلأ مش كل الناس بتحب الإنارة يعني هلأ في ناس بتقول لك لا أنا ما بديها مضيئة بديها هادية يعني في ناس بتحب إشي سمبل بتطفل الأضواء والعادية وبتعيش على الأضواء بتقول لك لأ بدنا نظوي وبدنا فرح وبدنا أجو يعني أنا بشوف كتير شباب هيك صغار قبل رمضان بيصوروا كيف أمهم مزينة إضاءة حمرها وصفرة بقول لك أمي يعني ما خلت ضو غير حططوا بلاك بس بجوز من فرحة الأمهات كمان بحبوا فرحوا أولادهم رفوا الأولاد دايما عندهم عندهم اعتراضات لكن أنا بأعتقد راح تضل ذكريات جميلة عندهم أنا بقول إنه الأم إذا حطت هاي القطع بيضل في ذكرة حلوة بالبيت طبعا صح 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 طبعا أكيد بيضلهم يقولوا ماما كانت تعمل هيك بشهر رمضان بزرق كانت تزين كان سوي بصير هن قضوة لأهليهم يعني بالآخر بالزبط أيات بدي أنا هيك بس بعد أنك أنت وسمر بدي تحكي ليهك بعجالة عن منذ يعني الفكرة بس تجيك براسك شو بديك تصمم لما تتقيق كيف تأخذ منك وقت ترسميها أول لا بدنا نرسمها بالزبط أيوة بالزبط أيوة بالزبطي منشوفها الأشكال كيف تتخطر ببالك أولا يعني بتبلش أنت أول إشي فكرة بالدماغ بعدين بدك تصممها على الكمبيوتر تأخذ وقت طويل منك بدها وقت يعني لا تقل عن أسبوعين لتطلعوا أسبوع على القطع الواحدة على القطع الواحدة طبعا لأنك أوشي بدك تعمل عينة وبعد ما تتأكد إنها العينة بيرفكت بعدين بتنفذها بس أعتقد أنه يساعدوكي طاقم من العيلة طبعا طبعا لا من النجارين طبعا أنت ورشة كاملة والعيلة أولادك بشاهم وجوزك بساهم بس تشيرهم بقولهم شو أحلى شو الموضة شو الإشي يعني مشروع عائلي لكل بقعد وكل مثل ممكن يدهانا أو يحط بعض الكسورات أنا اللي عاجبني أنه في قطع زي هاي مثلا هاي تعليقات ممكن أنه تتعلق كبرواز على الحائط يعني ممكن تكون طائم كامل يتعلق مع بعضه قدي بيطلع شكله جميل وحلو شوفي أنا الحمد لله بوزع جملة لمحلات كبيرة بالبلد بحضوة سبع محلات الحمد لله كلهم أبسطين من شغل يصلي أربع سنين باشترعهم شاء الله عليك يا يا الحمد لله شاء ليك بنقول الستات لازم يلاقوا الشغف تبعهم على قد ما بقدروا يلاقوا الشغف تبعهم يدوروا باستمرار على الشيء اللي ممكن يكون فعلا نقطة مضيئة في حياتهم وانتي لقاتيها الحمد لله يعني منجيبك كمان كمثال على أن هذا الشيء مطلوب دائما وأبدا نعم يا تخينا وانا كمان بالسوق منتجاتك لك صفحة خاصة كمان شاركت بعض المعارض البزارات بشارك طبعا أكيد في عندنا بازار الملتقى الإبداع وبازار هانس هذول أنا التنين يعني لازم كل سنة بكون موجودة فيهم وعندك عندي صفحات إنستجرام وفيسبوك بسمي أليوتا أبزضب أعمل سبونسر دائما الحمد لله وعندي زبوناتي يعني ما شاء الله عليهم يعني بعد تقديم هذه المنتجات ما بدها زبون يعني الكل زبون الكل بيحبها ما في حدا إلا بشوف هلأ مثلا أنا يعني ربي يزبوني من ستة سنين اللي أخذ شجرة قبل ستة سنين وبعدها عايشة عنده لهلأ وبضويها وبزينها ببيته أكيد رح يرجع يتواصل معي وقل لي والله شجرتك لهلأ بعدنا منضبها ومنطلعها زي ما هي فأكيد رح يرجع شو ما بنزل إطاع رح يكون عنده ثقة فيه ويرجع يتعامل معي طيب آيات قدي مطلوب الكتابة باللغة الإنجليزية مقابل اللغة العربية نهيك بسوء العقل آه هاي رمضان كريم شو المطلوب أكثر الإنجليزي ولا العربي أنا خصيا كثير بحب الخط العربي هو حلو موجودين التنين هاي عندنا عربي شوفي الدنيا أزواء صدقيني في ناس تقولك لا والله أنا عندي أطعب العربي بدأ أخذ أطعب الإنجليزي يعني هنا مثلا آه يا رمضان كريم يا الله ما حل خطنا أنا بحب الخط العربي نجد بحبه جدا منحناعاته جميلة وهيك هو بس الأكثر طلبا هذي هذي عندي ترند السنة رمضان هاي كلمة عندي ترند السنة مو ملحة ما أجملها عندي منها ثلاث ألوان شوفي بعدين يزحطها خلفية بيضة يعني على عافش لونه أبيض صحيح كمان هنا في أي ألوان منها كمان عندي أبيض في أسود هنا على خلفية سود صحيح بتلمعها يعني والله هي بهجة بمدخل البيت أنا بأعتقد بتعله هيك جو كتير حلوة حلوة صح حلوة هي إضاقتها حلوة بقول لك هي بتفرح الصغار نعم صحيح نحن صراحة يعني شيء مهم جدا نحكي عنه اليوم إنه هذا الشيء بجوز ارتبط فينا كلنا طبعا بعاداتنا وتقاليدنا كلنا يعني وإحنا صغار كنا دائما نلاحظ هاي الزينة بجوز ما كانت شبه هالجمال وهالروعة كان هذا الكشكش اللي هيك مفتحوه والأشياء شغلات بسيطة جدا بجوز كانت المسبحة مع التمر مع دلة القهوة هي زينة رمضان هي زينة رمضان ولكن اليوم قاعدين منزع بأبنائنا وبناتنا هاي البهجة بهجة رمضان لأنه قاعدين منتظروا فيها بدون مشوكوا على المظاهر الخارجية بالبيوت كمان بالزينة وداخل بيوتنا وضروري جدا آيات إنه نحافظ عليها هاي المظاهر أكيد شوف عليها هلأ الجنة تتزين لرمضان فكيف بيوتنا إحنا اللي إحنا ننصوم لرمضان ونتعبد لربنا كيف ما نزين ونفرح لرمضان طبعا صحيح فمشانك لازم يكون له فرحة مائلها مثيل أصلا خصوص الأطفال بكيف وعهد المظاهر طبعا 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 عشان تحفزهم على الصيام كمان صحيح نعم تحببهم بشهر رمضان أنا شفكر عن آيات اللسانية الضيافة يعني هاي اللسانية أنت مزينيتها بالورد والإضاءة كمان يعني كتير حلوة نعم كتير هاي كيف ممكن استخدامها هذه يشوفي بتستخدم لكل المناسبات مش بس لرمضان يعني حتى عيد أطحى من غير الكلمة مناسبة فرح نجاح لكل المناسبات يعني تاخدها مش خسارة بتستخدمها في عدة أشياء بزبط حتى لخطبة حتى ل بزبط لكل المناسبات وبعد ذلك الورد أنت بتقدر تغيري يمكن يعادل أسدوينها صحيح طبعا حكينا كمان آيات في تصميم أكثر بمخيلتك ممكن تستلهمي أيضا من بعض الأشكال يعني زي ما حكت سمر هي ملفتة هذه الخضرة صراحة لأنه دائما الشجرة كانت دائما نشوفها يعني في بيوت إخوانا وأهلنا المسيحيين في احتفالاتهم بالأعياد ولكن كنا حابين دائما تكون موجودة فأنت حولتها إلى هلال بنصف التصميم وهذا الشكل كيف بتستلهمي هذه الأفكار وفي أفكار براسك جديدة ممكن نشوفها ضمن هذه الزينة المختلفة اللي موجودة معنا هلأ أنا كيف استلهمتها حبيت فكرة أنه الهلال إحنا مستنى نتنبأ على شهر رمضان بالهلال صحيح فأنا حبيت فكرة الهلال أنه هذا الإشي اللي بدل لشهر رمضان واللون الأخضر لون حلو بالضبط بالضبط على الخضار وعلى الطيبة على المحبة على كل شيء والأبيض والله حلو كمان والأبيض حلو كله حلوين إن شاء الله سنت الجاي رح يكون في ألوان غير إن شاء الله تلفي أنه فعلا يعني أنا متخيل أنه لو فيه مثلا أشجار باللون الأزرق الفاتح البينك كمان برضو بيطلع حلوين صح كل ما تغيري بسرع خلح نستناكي بألوان جديدة أكيد أكيد إن شاء الله حتى يلا رمضان على الأبواب بدنا هيك ألوان جديدة إن شاء الله إن شاء الله أدي في هدول القطع الخام زي هاي مثلا اللي مسكناها في كتير ناس بيستخدموها ليودوا هدية برمضان أكيد هاي تستخدم كخلفية عندي سبنات من أميرك من قطر مثلا برنوا علي ويخلوني أودي هدايا لأهاليهم برمضان مفاجآت وهدايا لأني بخير هاي لو تركبت على ثبت تمر مثلا حلو إذا بدك تبعث هدية مرتبة لنا في رمضان أعتقد كتير بتكون جميلة وكتير عم بيستخدموا أغراضك انسغل أفكار سمر كمان لإضافة أكيد بتعرف أكتر مني لا ما شاء الله والله هي فكرتك كثير حلوة كمان يعني تهادوا تحابوا أكيد بشهر رمضان الكريم يعني من المظاهر المظاهر الكثير حلوة وصراحة فكرتك جدا جميلة بعدين هذا راح يناسب يوم الأم مع الشهر الفضيل أيوة فهي يعني راح تزيد الهدايا صحيح راح يصيروا بضربوا عصفرين بحجر اثنان في واحد ويومها مرأة الحقيقة يعني العديد من المناسبات الجميلة إن شاء الله يا ربي الله يجعلها داتبال كل بيوت الأورانيين كيف ممكن نحافظ على القطعة من رمضان لرمضان يعني نصيبك للستان ولا إيش بس منلفها بنائلون نائلون وخلص بس فقط لا غير تظلها زي ما هي جديدة ولا بيصير عليها إش حتى الشجرة عندي بقولك من ست سنين بلفوها نائلون بخبوها برجعوا بالشهر بالسنة الجديدة برمضان القادم بيطلوها كأنها لسا هلأ جايبينها من عندك تعرفي آيات في بعض الستات من كتر الحلاوة الاطعة اللي بزينوا فيها رمضان بيخلوها مصمودة بيطل عندهم رمضان طول السنة صحيح هي المحافظة عليها من الأطفال بس لأنه عبث الأطفال بجوز بحبوا يلمسوا بأيديهم بيشوفوا هالأمور ممكن هذا الإشي بس يعطلهم ولكن مظاهرهم جميل وجودهم جميل ويعني من مظاهرنا وحبتنا وفرحتنا بشهر رمضان المبارك ينعاد علينا وعلى جميع مشاهدينا ومتبعيننا وكل الناس بالخير واليمن والبركات يا رب كل عام ونتوا بخير شكرا للمدينتك معي أعطيك ألف عمصر أبدعتي وشيء جميل جدا شكرا عليكم الله يعطيك ألف عافية الله يسعدك